رائحة الحرب النووية تفوح من أوكرانيا أو هكذا يبدو المشهد رغم أن الوضع يبقى متأرجحاً وضبابياً الموضوع بدأ يأخذه مرحاً مقلقاً نوعاً ما لدرجة أن رئيس الأمريكي جو بايدن نفسه دق نقوس الخطري مشبهاً الوضع بأزمة خليج الخنازير النووية فما هي هذه الأزمة التي تعد إحدى أكبر الأزمات النووية في التاريخ المعاصر؟ يعود بنا الزمان هنا إلى مطلع الستينات القرن الماضي وتحديداً في أكتوبر من سنة 1962 حين حبس العالم أنفاسه ترقباً لما يحدث في كوبا وبالضبط فيما يسمى خليج الخنازير الأزمة اندلعت حين اكتشفت طائرة تجسس أمريكية صوراً تظهر مواقع إطلاق صواريخ سوفيتية في الجزيرة الكوبية الصواريخ كانت تبعد عملياً بحوالي 145 كم عن ساحل فلوريدا الأمريكية الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تم اكتشاف 20 سفينة سوفيتية تحمل صواريخ نووية في المحيط الأطلسي متجهة إلى كوبا واشنطن أحست بخطر حقيقي يحوم حولها الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جون كينيدي لم يقف مكتوف الأيدي وضرب حصاراً على الجزيرة الكوبية لمنع وصول السفن السوفيتية الرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف تعنت من جهته مؤكداً أن السفن ستواصل مسارها لكنه تراجع بعدها وأمر أن تعود أدراجها لتبدأ بعدها لعبة المساومة والتي كانت ربما مربط الفرس في العملية فقد اشترت خروتشوف إزالة الصواريخ في حال موافقة الولايات المتحدة على رفع الحصار على كوبا وأيضاً إزالة صواريخ نووية أمريكية متمركزة في تركيا تستهدف الاتحاد السوفيتي في نهاية المطاف سحب الاتحاد السوفيتي صواريخه من كوبا ووعد كينيدي بالنظر في ملف الصواريخ المتمركزة في تركيا لتنتهي حينها أخطر أزمة خلال الحرب الباردة مرت ستون عاماً على هذا الملف ليجد العالم نفسه أمام السيناريو يبدو مشابهاً في حال هدد فعلاً بوتين باستخدام ورقة نووية وسمى الذهب العربية